راديو الأهرام يقدم رمضان في كل مكان مع ريهام مازن حلقتنا النهاردة من رمضان في كل مكان هنروح فيها نتعرف على ميلانو في إيطانيا وحنشوف طبيعة السيام إزاي في شهر رمضان وطبيعة الاحتفالات والسهارات وأشهر الأكلات اللي حتجودنا عنها الأستاذة سناء مغازي المقيمة في ميلانو من 38 سنة مدام سناء ممكن حضرتك تحكي لنا عن مظاهر شهر رمضان في ميلانو من مدينة ميلانو اللي أنا مقيمة فيها من 38 سنة بنعيش مظاهر شهر رمضان بشكل جميل في السنوات الأخيرة في بداية وجودي هنا كان صعب جداً إن احنا نحس أي أحساس بشهر رمضان كنا بنصومه بس ما كانش فيه تواصل في الميديا وما كانش فيه الفضائيات اللي منتجرة دلوقتي دي طبعاً بتساعدنا أكثر نحن نحس بوجود شهر رمضان كمان حب نعرف إيه اللي بيميز رمضان عندكم عن غيره من شهور السنة بالنسبة للمصريين اللي عايشين هنا شهر رمضان بيتم فيه تجمعات أصدقاء وأسر صديقة عربية ومسلمة بنعمل إفتار جامعي مع أصدقائنا ومع أصحبنا هنا بنحاول نحن نتخيل شهر رمضان اللي كنا بنعيشه في مصر وإحنا موجودين لوحدنا هنا طبعاً في الغربة بنعمل بزينا في بيوتنا بنحجيب في نص رمضان بنعتمل على الفضائيات والمسلسلات والأفلام اللي بتعيشنا في جوه شهر رمضان وطبعاً في الشهر ده طبعاً بين أم كلها بنعمل أكلاتنا المميزة العربية والحرويات بتاعتنا الهونية والأطايف بننتظر العيد وفي آخر رمضان بنعمل الكعفة بتاعنا في سلويت دوني الحاجات المميزة طبعاً ليه هنا كأصل مصرية متواردة هنا في الأرض ده في الأرض الإيطالية صلاة الترويح يا مدام سناء من أهم مظاهر شهر رمضان الكريم إزاي تقدروا تتجمعوا لصلاة الترويح خصوصاً مع إلة عدد المساجد عندكم في المدينة؟ دايماً طبعاً بعد الإفطار بنكون فيه أماكن مسموحين التواجد فيها والتجمع عشان نعمل صلاة الترويح لقلة المساجد الموجودة في ميلان طبعاً بيكون أحياناً بيكون فيه شيوخ من الأزهر وده بيجي طبعاً طعم روحاني جميل جداً لشهر رمضان بنتابع قضيتنا طبعاً لغم اختلاف الأجواء هنا والمناخ والناس لكن بنعيش رمضان بأحلى أشكاله فيه تجمعاتنا الجميلة مع أسر عربية ومصرية مسلمة زينا هل فيه تغيير في ساعات العمل خلال شهر رمضان؟ طبعاً في العمل مواعيد العمل الرسمية بتكون هي زي ما هي موجودة نفيش تقليل لساعات العمل لأن المجتمع مختلف فبنكون يومنا بيبدأ بدر جداً وبنتين اتأخر وبعد الناس بتدخل من بيوتها في معهد الفطر على طول ده طبعاً الاختلاف البيئة اللي احنا موجودين فيها لكن الحمد لله كل أسر المسلمة بتحاول تكون ملتازمة في شهر رمضان أنا بشكرك شكراً جزيلاً مدام سناء مغازي كنت ضيفة عزيزة معانا في برنامج رمضان في كل مكان بنتمنى لكم رمضان كريم يا رب عليكم جميعاً وعلى كل المصريين المغتربين في إيطاليا وفي ميلانو على وجه الخصوص خالص تقديري وتحياتي وشكراً جزيلاً لمشاركتك معانا يا سند رمضان في كل مكان مع ريهم ميزن